ده بقى نخش لأخبارنا نكمل أخبارنا وكنت أنا مبرح قلتلكوا كابتن حمد إبراهيم حيتولى تدريب النادي الإسماعيلي وكابتن حمد إبراهيم ماسك مدرب عام مع كابتن إيهاب جلال في بيراميدز وقلتلكوا برضو مبرح أن نادي الإسماعيلي وكابتن حمد إبراهيم يعني طلبوا الموافقة من نادي بيراميدز وفعلا نادي بيراميدز وافق على أن كابتن حمد إبراهيم يتولى تدريب النادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة كابتن حمد هيرجع بالليل نهاردة زي ما قلتلكوا شوية وبكرة فيه اجتماع مجلس إدارة للنادي الإسماعيلي وحيكون متواجد كابتن حمد إبراهيم وهيتم التوقيع وهيتولى تدريب النادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة إن شاء الله نتمنى طبعا النادي الإسماعيلي كل التوفيق ويعني يتقلق النادي الإسماعيلي ويرجع تاني المكانته الكبيرة في بطولة الدوري المصري النهاردة على فكرة كنت بارح لتكلمت على الإسماعيلي وقلت لأنا من عشاق النادي الإسماعيلي ولسه مبارح كنت بقوله كنت بحب الجيل بتاع كابتن أحمد العجوز وكابتن فكر الصغير وكابتن بشير عبدالصمد وكابتن محمد صلاح أبو جريشة وكابتن حمزة الجمل وكابتن عاطفة عبدالعزيز وكابتن أحمد إناو وكابتن سعفان يعني كان جيل جامد جدا وقلت وانا صغير يعني لسا مبارح كنت بقول كده النهاردة جالي اتصال من المهندس خالد زين نائب رئيس النادي الاسماعيلي قال لي كريم في بعض الصفحات في اسماعيلية بتقول اللي انت اتكلمت وحش عن نادي الاسماعيل تقول له لسا مبارح بقول ألم من عشاق النادي الاسماعيل وعايز الاسماعيل يخرج من يعني مشاكله ويخرج من المركز اللي هو موجود فيه يعني لسا مبارح بقول فطبعا فيه ناس بتقعد تسخن الامور وتقول الكلام يعني الفيديو موجود لسا مبارح الحلقة بتاعت انبارح بقول أنا النادي اللي أنا بحبه بعد الزمالك الاسماعيلي وانا صغير كنت بلف ورا النادي الاسماعيلي عشان تفرج ان انا كنت بحب الكرة بتاعتهم جدا وقلت ان بعد كده بقى فيه اجيال بقى دخل عماد ان حاس ومحمد بركاته وسيد معوض وكان احمد حسن طبعا عميد لعيب العالم وبعدين عبدالله السعيد وحسني عبدالرب وإحمد فتحي قلت قلت انا مش هطلع الهوى اجامل يعني انا فعلا كنت بحب النادي الاسماعيلي جدا وما زلت بحب النادي الاسماعيلي جدا وعايزين النادي الاسماعيلي يطلع من كابوته ان شاء الله خلال الفترة القادمة ففجئت من المكالمة المهندس خالد زين بتقول له يا بش مهندس خالد انت عارف ان انا بحب ان قال لي او ده فيه صفحات كتبة ان كريم بيقول كلام وحش على اسماعيلي وبعدت له الفيديو بتاع انبارح موضوع انا نفسي كان المهندس خالد زين هو صديق والدي المهندس خالد زين ايه برئيس النادي الاسماعيلي وانا صغير كنت بروح اتفرج مع عالم اطشاط النادي الاسماعيلي وحتى من فترات قريبة ففيه كلام كده بيطلع واشعاعات وحاجات ملهاش لازمة طيب